السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد. ازايكم يا جماعة? ياربوا تكونوا خيروا في احسن حال. نهاردة ان شاء الله يا جماعة ده التالت يوم دور للتراغ بتاعاتنا. اه تالت يوم ما فتح نعمل ايه? او تاني يوم بالزبط احنا ان شاء الله هنقول لكم الكلام ده بكل لاته. بس قبل نتخش الفيديو ياريكم لكم يدعمه عليك يا جماعة بالفيديو. علشان اه الفيديو دي ترتفع اه باللايقات بتاعكم. عايزة الفيديو ده يا جماعة يوصل. اه الاكبر عادة دولنا لايقات. تمام? وياريت برضو تشاروكو ده بان بعضكم. يلا يا جماعة كده بكش الفيديو. ونسمي الله. ونشوف هنقولي النهاردة بقى في الفيديو. اول حاجة هنعرفكم عن مكان اللي احنا حطنا فيه الفراخ. اه انا اقول لكم اه اول يوم بحطه في حاجة زي الداشت كده واسع. او كارتولنا واسعة بمعنى اصحيان عشان نسل مع داشتش خلتات كارتونة واسعة. بنقعد الفراخ يا جماعة يوم او يمان في الكارتونة. لو انت عطان في الكارتونة ده لاش تحبس? اديرو ملندة وعلى طول حطلو من الاكل والمية وصيبوه مليل ونهار في الكارتونة. بس المهم ان يكون تحطوه من اشمال. كل شي تحطوه من مكان مبلغ. لو انت عندك حاجة واسعة بقى ومش مجهزة لسه الكارتونة ولا حاجة. ممكن تأكل تخرج الفتخ وتأكله بالطاقة كده. يعني تخرجيه عشر دقيقة يأكل ويشرب. وبعد كده تحبسيه. كم مرة كده في اليوم. على ما ايه بتجهز مكان زي دي. ده جماعة بلوكونا خلاف البلوكونا لاني بلوكونا بلوكونا لاني بلوكونا بطاق الفراخ البيضة. آآ ديت اول مرة يا جماعة احطو تصال فراخ البلوكونا شايفينها ديت. آآ لاني التانية طبعا انا سابعة على طول بلوكونا بطاق الفراخ وآآ على طول دايما سابعة الفراخ كده لانها يعني بعيدة شوية عن الشقع. فالبلوكونا ديت اول مرة احطو تصال فراخ لاني التانية هعملها يعلى طول الفراخ البيضة. لاني هجيب ان شاء الله ده والفراخ بيضة. آآ اللي حابب بيجيب يا جماعة معايا يجيب. فاحنا ان شاء الله هجيبها من اول بكرة. آآ اللي حابب بيجيب معايا يبدأ يلا وجيب علشان نمشي مع بعضين. فزي ما انتم شايفين آآ اهيت عشان الناس بتقول انت بنت بتاع الرشان زي او انت بتجهز المكان ازاي. آآ ده لوح قبلكاش يا جماعة. انا جايبها. اللوح القبلكاش دي وادي بقى لوح على بعض كده بسبعين جنيه. ده ببقى لوح بسبعين جنيه فانا جيته على اساس ان انا اه يعني ايه منع بقى الشتاء والهو والشمس والحاجات بكلتها. وفي نفس الوقت يبقى المكان متغطى كويس ومحكم كويس. في مكان هوت بيدخل هوى. ده بيجدد الهوى يعني بدخل هوى وبخلج هوى وكده. النواسة هي الايدة هلوم. آآ طبعا بتكد لانه نهار لو لو جو بالنهار حر يعني الجو كويس. خلاص ابسل لها ملاش لازمة. آآ المكان يعني آآ لو ربع لو جرد عندك او حاجة اشغلها لانهو النهار علشان ما يبردوش مني. آآ النواسة جماعة لحسب المكان الهرت فيه. لو لو يتحطه فقدة واسعة شوية او مكان واسعة شوية عنده هاتي رنضة كبيرة. آآ المكان دايق او مفكم زمان عاملة كده هاتي نواس. اهم حاجة بس بحيس ان مكان داف ومداف فيهم عشان ما يبردوش منك. انت بقى قادرة بالمكان عندك. لو انت حسن ان المكان كويس خلاص. آآ وصغير زماني خطة كده في البلوكولة نص البلوكولة عندي. يعني اعتبر واخد منها متر بس على قد الفرح. مش موسعة ولا حاجة. علشان ما يبردوش. يعني كل ما يتبرو بقى واستعلم شوية بشوية. آآ لو انت بنتشعر فمسلا المكان دافئ او برد ولا كده. انت بتعرف من الفرخ. الفرخ بيأكل وبيجر ومفرخش. تعرف ان الفرخ دافيان وكويس. آآ حسنت ان الفرخ كمشان على بعض وكده وقفين متقومين على بعض. يبقى كده الفرخ يعني آآ بتحس ان هو بردان ومحتاج آآ اضاءة او آآ درجة عالية شوية. تمام? فالمكان اللي احنا قفلونه ده اللي احنا نفتحونه دي يا جماعة ده بفتحه بالنهار بس لان الفرخ طبعا لسه كتاكيد صغيرة. آآ لو هي كبيرة شوية هنقولك آآ افتحها مسلا للونهار. فاحنا ان شاء الله المكان ده هسيده خالص. هقفله. علشان ما يجبهمش ده. ده لو انا هبيوتهم. لو لقاتي اللي هو صاد وحلو هنا. هبيوتهم زمان شايفان في المكان دوت. آآ هسيقهم للونهار بقى يباتهمين. آآ حسات ان المكان ايبقى بكت عليهم يا اما هجيب لهم لنظة كبيرة عندية. آآ تدف المكان. تخليه يعني صاد شوية كده. بحس ان هما ميبردوش ويافوا كمشانين وبردانين. آآ يا اما هبيوتهم في فكريتين دي. جومان ثلاثة كمانة. يعني على حسن بقى ما انت ايه? شايف المكان معاك. تمام? احنا فرشين لهم هوا يا جماعة زي ما قلتكم زي ما بنعمل كل مرة. فرشة طبق آآ اللي بتحت خالص من شامع البلاستيك. وفرشة تحت فوق اللي شامع البلاستيك كاراتين. عادية وفوق الكاراتين. طبقة التبني اللي مش هاتينها دير. آآ يجدروا خامة يا جماعة حبطها هيت علشان ارفع فوقها بس باكل والمية علشان ما ايجيش على تبني ولا الما تيجي على تب. عشان حتى لو اقعوا على شوية آآ علف ولا حاجة يعرفوا ينقروا من على البخامة. لان لو اقع في التبن هيتوه في التبن وش هيعرفوا ينقروا. المية برضو يا جماعة نفس المكان فانا ان شاء الله يعني هعمل مية قدامكم. بس انا جبتلهم ده واستقبال وحب بس اعرفكم وقال لكم الاسم. واه وهتحط الكمياء دي يعني الكمياء اللي هي ضبط الناس بلهم. هتعرفوا معي الكلام ده كلاته. واح لازم خط المية. دي يا جماعة على البادي اللي انت شايفينه في العلافة قدامك دوات. ده على البادي. آآ بالمناسبة يا جماعة قبل ما تحط العلافة من دورة لدورة لازم بتفسير العلافة معاكي وبالطهاري. لان ما انتشظرنا. الدورة اللي فاتت او اللي قبلها يعني كان فيه مسلا فرقة عبان عنده الاسهال عنده كوبسيدي الكلام ده كله. فاحنا لازم ننتهر الموعين دي احنا نحطها للفراغ قبل ما بنحطها لها. علشان الفراغ ما تتعبش معنا وتبقى لها من صحتها كويسة. كلام? يلا بقى احنا هنقول لكم اعلى التحصيل. دي يا جماعة ده هو الاستقبال اللي انا جبته. النهان دولة اللي انت شايفينهم قدامكم دولة. دولة النهان اللي انا جبتها. آآ ده اسمه توربوميكس. ده. ده الواحده اسمه توربوميكس. واحد سنطة عريق لمال. آآ قدامكم هو. ده اسمه توربوميكس. علشان الناس اللي هي كتسألتني على اسم دولة الاستقبامة بيجيبه. هو ده يا جماعة اللي انا بيجيبه. اسمه توربوميكس. علشان تبقى انتوا عارفين. ده بتحط اتناشر ساعة. وده. ده دوكسين. دوكسين وكوليستين الاتنان على بعض. نص معلقة برضو على رتل مية. ده اتناشر ساعة بلد. يبقى كل نوع من دولار. الدولة اللي انت شايفين ده اتناشر ساعة اسمه توربوميكس. وده دوكسين. وكل على بعض برضو اتناشر ساعة. تمام? نص معلقة على رتل مية قدامكم اهوت علشان الناس بس اللي ايه اللي حابة تجيبه. بس يا جماعة يعني انتوا مسلا لو انت رحت مش ضروري ان انت تجيبي دولت ممكن الدكتور يديك اي دوة تاني. بس عشان انا ماشي بالدوة ده على طوله بقى كويس يعني معي. فانا حبيت اقول لكم عليه. اه انا عندي الساقية انت شايفينها دي. دي دي بتاخد نص رتل. فالمفروض اه يبقوا ربع معلقة بس يا جماعة. علشان ده نص متر. ده ربع معلقة ايات. بس حبا يعني افصل لكم حاجة يا جماعة دولهم عند دولة اتنعين دوا على بعض. انت بتقلبهم قبل ما بتدي الفرخ بتقلبهم على بعض كده بالطرق اللي شايفينها دي. دي. بتقلبهم لان هما جايين نعام زي ما قلت لكم. تمام? فاحنا حطنا اهو فراغ اهو. انا كنت الصبح حطت لهم ده هو من اللي هو الترغو ميكس. اتنشر ساعة فاحنا علشان بقى اخر النهار هنحط لهم اللي هو البودرة دي هو. تمام? نحط لهم بقى اشربهم. اه اه. بالطبط الدوا ده الزا زي مان بيقول لكم والتعاودة دائما ننطلو hemos Éladوروة بالقطة اه خمس تي ايات. خمس تي ايات من توصلين بالطبط الدوا دوا. انت باعه لاحسب بالدكتور يقول لكم في نس يعني في دا كاترة بالقطة ثلاث ايام في دا كاترة بالقطة ثلاث ايام فيه دا كاترة كانت بالقلشة امس تي ايام يعني على حسب ما الدكتور يعني يقال لي امشي على الدوا ده هو يقول لك عاجات. خلاص يا جماعة طبعا في الناس هتقول طب ستين فارخوا حطها سيقاية مسترخ. هنحطها بس ده يا جماعة علشان مش عايزة اوسع لهم الوعيان علشان ميبارقش نفسهم. في ان شاء الله تدعموا بكرة بقت اذن الله هنحط وعيتين. وعية هتبقى رفل والنسترخ لدوت. يعني علشان ايه? ما نوسعش الموضوع او. ومن الوقت الالتاني برضو كل سوايا بنخش لو خلصوا ميا بنخطرهم. يعني عادي ما فيش اي مشكلة. اه بالمنزل بس يا جماعة حبي بس اقول لكم حاجة. اه انا كنت قلت لكم بارح ان الفرخ اللي هو البلد المشعر ده جي بها بثلاثة وربع. اه لان في ناس كتبت في التعليقات اه مفيش فرخ بثلاثة وربع. الفرخ في ناس قلت عندنا بخمسة وفي ناس قلت عندنا باربعة. اه فلا الكلام ده يا جماعة يعني يمكن هي كل مطقة بقى لها سعر. بس انا جي بها مبارح بثلاثة وربع. اه اه اول مبارح مش البارح لان النهاردة تلات يوم. اول مبارح يا جماعة كان بتلاتة وربع. والفيوم جاباب تلاتة ونص. تمام? ده بس لحبات يعني اوضح لكم الرؤية شوية علشان الناس اللي هي قالت لأ مفيش فرخ بتلاتة وربع. اه اللي النوع الفيوم اللي هو كل الغوامق ده يا جماعة ده فيوم الغوامق. انما اللي هي الابيض ده اللي هو البلد المشعر. اللي قلت لكم عليه ده ده اللي هو ايه بتلاتة وربع. تمام? يعني هي يعتبر الاسعار كويسة وحلوة. فاللي حبيب بيجيب دلوقتي يجيب. فا برضو المرة التانية يا جماعة بقول لكم ان شاء الله هبدأ اجيب دورة فراخ بيضة ده ده بكرة. اه اللي حابب يبدأ ويجيب ويربي معي علشان يمشي معي على طول ماشي. بس زي ما قلت لكم يا جماعة اهم حاجة مصدر الكاتكوت الكويس يعني اهم حاجة اجيب من مصدر كويس وكل مضمون اه الكاتكوت الابيض. وانا قبل كده قلت لكم اه الكاتكوت الكويس بيبقى مميزته ايه وعيوبه ايه. تمام? اه الناس اللي هي حابة اه تجيب ان شاء الله من اول بكرة بقى ان شاء الله هنبدأ مع بعض. تمام? ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة. يا رب يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.